اعترف أحد عناصر تنظيم داعش المدعو عمار حسين المعتقل في أحد سجون المخابرات الكردية في مدينة السليمانية بقتل أكثر من 500 شخص واختصاب أكثر من 200 امرأة وفي مقابلة أجرتها وكلت رويترز مع حسين الذي أسر مع عنصر آخر من التنظيم من قبل قوات البشمرقة خلال هجوم على مدينة كاركوك في تشرين الأول قتل فيه تسعة وتسعون مدنيا وجنديا من قوات الأمن أضاف أن عمليات الاختصاب جرت في عدة مدن مثل سنجار والكسك والحويجة وبغداد في حين تمت عمليات القتل بعد اعتقال الضحايا عبر مداهمة بيوتهم والله الاختصاب هناك في سنجار تريد من حوالي فوق الميتين سنجار وسنون وكسك والمناطق الاختصاب نبيهم أو بغداد همين نقسم قسم بالحويجة همين والله تريبا حوالي خمسمية تريبا من 2013 إلى 2016 أكتلي سبعة ثمانية تسعة عاشرة نروح ندبه بنصف الشرط بالموت وهمين كذلك اليوم الثاني ما لو ننصب سيطرة لو مثلا نروح حلال على بيوت الشرط المداهمة روح على بيوت ست سيارات ثلاث سيارات أربع سيارات نأخذين لو أرين لو كي نحملهم مثلا عشرين ثلاثين نفر أربعين نفر نحملهم نأخذهم من ورق القلعاء اللي بسنجار ورق عالي بسجار نكتلهم وننذبهم ونرجعهم من كذلك وبغداد همين كذلك ترجمة نانسي قنقر